إذن للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي سيد معين أهلا بك ونتحدث ما الذي تغير تحدث في سياق التقرير عن تجربة موازنة 2023 الآن بدأت الكلف تزداد خصوصا فيما يتعلق باستخراج النفط وأيضا الحماية الاجتماعية منحة الدارسين تثبيت العقود لكن فيما يتعلق تحديدا باستخراج كلف استخراج النفط ما الذي سيتغير في توبيبات ومضامين موازنة 2024 بسم الله الرحمن الرحيم طبعا موازنة 2024 هي استمرار لموازنة 2023 لذلك سعر النفط سيبقى مقدرا بـ 70 دولار أما الإنتاج هو 3.5 مليون برميل نفط ويحتاج في عام 2024 تفاهم مع الإقليم حول الـ 400 ألف برميل نفط كلف الإنتاج في الإقليم تختلف عن كلف الإنتاج في البصرة وفي مناطق أخرى باعتبار أن عقود الإقليم هي عقود مشاركة وليست عقود خدمة طيب فلذلك كان هناك اجتماع لوزير النفط ووزير المالية ووزير التخطيط حول إجراء التعديلات على جداول الموازنة والتي تضمن تغييرات مهمة بخصوص زيادة المبالغ المخصصة لشراء الشلب والحنطة والحصة التموينية زيادة المبالغ المخصصة للطاقة الكهربائية زيادة المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية وشمول عدد أكبر ولا بد من أخذ بنظر الاعتبار زيادة القوى العاملة يعني الموظفين الذين سيضافون وخصوصا المهن الصحية والدراسات العليا ودرجات أخرى هذه كلها يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار وفي اللقاء اليوم مع وزير المالية تم التأكيد على ضرورة أتمتت وزارة المالية وما تتبعها من دوائر مثل هيئة الضرائب هيئة القمارق ليس من المعقول أن تبقى إيرادات العراق مقتصرة على النفط والإيرادات النفطية الإيرادات غير النفطية كانت قليلة 12 رليون دينار لعام 2023 بينما الإيرادات النفطية 119 تريليون فلابد من النهوض بواقع القمارق المنافذ الحدودية الضرائب العقارات الدولة وغيرها بحيث تكون هناك إيرادات أكبر واضح سيد موعين لكن نتحدث بكل هذه التفصيلات والحديث عن الإضافة المالية هل نحتاج إلى مناقلات في الموازنة أم مبالغ إضافية نتحدث عن 97 تريليون شهدت موازنة 2023 نحتاج إلى مبالغ إضافية أم الحديث عن مناقلة بعض الأموال من أبواب ومضامين في موازنة 2023 نحتاج العمل في الجانبين في إضافة أموال والتفكير بتهيئتها لأن الإيرادات التي تحققت 137 تريليون من إيرادات نفطية وغير نفطية وقروض وسندات خلال عام 2023 بينما الموازنة كانت المخططة 199 المصروف الفعلي صار 144 إضافة إلى 10 تريليون لجولة التراخيص فلذلك إذا نفكر أن يكون هناك تعديل لجداو الموازنة وإضافة مبالغ أخرى لابد من التفكير بالإيرادات فالإيرادات لابد من زيادتها من خلال الدوائر المعنية إضافة للقروض المتوقعة أما المناقلات كذلك هناك بعض الأبواب لم تصرف مبالغها ممكن تحويلها إلى أبواب أخرى فالعمل الذي سيجري بتعديلات جداو الموازنة سيتم تخفيض بعض الأبواب غير الضرورية وإضافتها إلى الأبواب المطلوبة طيب وهل نحتاج إلى صياغة اتفاق جديد مع الإقليم لماذا نتحدث عن ضرورة إعادة النظر بالاتفاق الذي بني على أساس أو الاتفاق الذي تضمن في موازنة 2023 طبعا الاتفاق في عام 2023 كان حصة الإقليم 12-67% من الإنفاق الفعلي طيب والإنفاق الفعلي كان قليل خصوصا أن أكثر الإنفاقات تعتبر سيادية وحاكمة وهي لا تدخل ضمن الحصة الـ 12-67% فهناك مطلب بأن يكون الـ 12-67% من الإيراد الفعلي وليس من الإنفاق وهذا لم يتفق عليه الشيء المهم الذي ممكن معالجته واقتنعت الحكومة الاتحادية به وطرحته على الأخوة في الإقليم ولكن هناك تعطيل من قبل الإقليم هو تحويل رواتب الـ 670 ألف موظف ومتقاعد ومؤنفل والشهداء وغيرهم على الوزارة المالية الاتحادية أسوة برواتب الـ 15 محافظة الأخرى ولكن مطلوب من الإقليم أن يقدم بيانات لحد الآن البيانات لم تصل بشكل كامل ما الذي سيتغير في صياغة الاتفاق؟ طبعا هذا إذا تم تولي وزارة المالية لصرف رواتب الإقليم مباشرة أسوة بالـ 4 مليون موظف الآخرين في العراق سيكون حصة الإقليم هي متبقية التشغيلية والاستثمارية المختصرة وهذه يمكن التفاهم عليها أسوة بتنمية الأقاليم المصروفة للمحافظات الأخرى إذا نحتاج إلى قرار حكومي أو اتفاق برلماني حكومي فيما يتعلق أيضا تابعنا في سياق تقرير أحمد عرام النائب عادل الركاب يتحدث حديثكم مع وزارة المالية بشأن أصحاب الشهادات العليا والأوائل الحديث عن 73 ألف درجة تمتعين 42 والباقي 31 الآن نتحدث عن أموال مخصصة للـ 31 ألف إذن لماذا نتحدث الآن عن عدم إتمام التعيينات في هذه الأرقام وهل نحتاج إلى اتفاق آخر في موازنة 20-24 هذا الموضوع يتوقف على مجلس الخدمة يعني موضوع متروك إلى مجلس الخدمة وقد فاتح أمانة مجلس الوزراء بهذا الخصوص بقبول 31 ألف اللي هم ضمن العدد الكلي لـ 74 ألف وهذه الـ 31 ألف هو حصة طبيعية والمهم عندهم باركود من وزارة التعليم العالي يمكن ترويج معاملاتهم وتعيينهم طبقا لقرار قبول الدراسات العليا الـ 74 ألف الذي تم قبول منهم 43 ألف في خلال عام 23 طيب والآن هذه الأموال لا يمكن أن نقول أنها متوفرة في وزارة المالية وإنما على وزارة المالية العمل على توفيرها من خلال الإيرادات النفطية غير النفطية من خلال القروض التي من المخطط أن تقترب كم تضمينها في موازنة 20-23؟ ولكن الأموال صار بها عجز يعني حتى الصرف اللي صار يعني الإيرادات هي 137 طيب والصرف الصار 154 لذلك لم يكن هناك أموال إضافية الآن مطلوب توفير هذه الأموال طيب واحتسابهم لما يحتاجون من رواتب إسوة بالـ 43 ألف الذين تم قبولهم بعام 23 في موضوع عندي صلة بالبرلمان أين أو ما هو الجديد في ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان؟ الآن بعد الجولة الأولى كان هناك شكوى مقدمة من حزب تقدم لإلغاء الجلسة بشكل كامل وترشيح من جديد على أكبر أنها كانت غير سرية؟ غير سرية من هذا الباب فالمطلوب من المحكمة الاتحادية أن تبت بهذا الموضوع والآن الإطار التنسيقي لديه تفاهمات داخلية لقبول مرشح تتوفر فيه المواصفات وأن لا يكون جدلي تثار حوله الشبهات ويتفق معه على خارط الطريق للسنتين باقيتين من الدورة الخامسة لتمرير قوانين مهمة منها قانون النفط والغاز قانون المحكمة الاتحادية قانون جهاز الأمن الوطني قانون الحجد الشعبي وإنهاء الوجود الأجنبي في العراق شكرا جزيلا عضو اللجنة المالية النيابية نائب معين الكابل حياكم الله